السلام عليكم شتقتلكم كتير من الفيديو الماضي اليوم أحبقي رح نعمل القطايف بطريقة كتير سهلة بسيطة وسريعة رح نعملون بأنينة فاضية طريقة ناشحة مليون بالمية إن شاء الله رب تحبوا الطريقة وتجربوها بس أول شي فجرولي هيدا الفيديو كتير لايكات وإذا بعد كن ما اشتركتوا نزل اشتركوا لأنه حيوصلكم بهيدا الطريقة كل الإشعارات وكل جديدة بالبداية متل ما شايفين عندي هون المكونات فيكن تستخدموا أكواب كبيرة وفيكن تستخدموا أكواب صغيرة هيدا الموضوع اختياري عندي هون نص كوب من السميدة كوبين من لطحين عندي ملعكتين من السكر ملعكة ممسوحة واحدة من الخميرة بالإضافة للبيكن بودر ورشة خفيفة من الملح بالبداية أنا بدي نخل لطحين ضروري كتير كتير التنخيل أحبقي لأنه بالعادي بتنعمل هيدا الوصفات بتنعمل بالخلاط بس بحال ما في عنكن خلاط فيكن تعملوها بهيدا الطريقة يعني أنا حاولت سهل الموضوع على كل الناس بتمنى أكيد تعملوا شير للكل يستفيد من هيدا الفيديو أنا هون متل ما شايفين بشارة بتنخيل كوبين من لطحين رح ضيف علي هون السكتار متل ما قالت لكم ملعقتين ممسوحة عندي هون الخميرة بالإضافة رح ننزل الملح ورح نزل نصف كوب من اللي سميدي فيكن تستخدموا الخشنة أو فيكن تستخدموا النعمة يعني بالنتيجة رح يزبطوا اتنيناتو رح نخلط كل المواد الجافة بقلب بعضها نخلطني كتير منيح متل ما شايفين أكيد فيكن تعملوا متل ما قلت لكم كمية كتير كبيرة بتكبير الأكواب بس المهم إنكم تشتغلوا بنفس الكوب عندي هون مي صخنة منا مغلية بس صخنة رح نزل الكوب كامل ورح نزلهم بالتدريج يعني أنا هون بحاجة لكوبين من الماء الساخنة ويمكن احتاج الربع يمكن ما احتاجه يعني كوبين وربع من الماء نزلتهم متل ما شايفين بهيدا الشكل شوية شوية على طول وقت بدنا ننزل الماء على الطحين مفروض ننزله شوية شوية لأنه الطحين من بلد لبلد أحباقي بيختلف هون بشرت بتنزيل الكباية الماء أو كباية الماء التانية متل ما شايفين عم نزل شوية شوية وعم بخلطهم هوني خلصت من الكوبين ومتل ما ملاحظين عند العجينة بعدها سميكة أنا ما بديها سميكة ما بديها لكتير رخوة ولا كتير سميكة كمان مجهزة أنا ربع كوب من الماء رح نزل شوية صغيرة متل ما شايفين هوني صارت عند العجينة زابطة مليون بالمية يعني أخذ معي لطحين كوبين وربع من الماء السخنة هلأ يمكن تحتاجوا الربع اللي حطيني هون ويمكن ما تحتاجوهون لأنه لطحين أحباقي دايما من بلد لبلد بيختلف شفتوا هيدا هو أوام الخليط عندي هلأ رح أتركوا لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة من باشر بطريقة العمل هون عندي متل ما شايفين النينة فارغة بدي أسقب الغطة من فوق شوية صغيرة سقب كتير صغيرة متل ما شايفين بهيدا الشكل هون بعد ربع ساعة بعد مرتاحة العجينة عندي أو بعد مرتاح المزيج رح نزلوا كل ياتو بقلب تلما شايفين القنينة ورح باشر بسم الله بعملان القطيف أو بعملان عجينة القطيف بالنسبة للنار عند النار أحباقي خفيفة على المقلم خفيفيتا من قوي لأنه أنا ما بدي أحرق العجينة بدي إياها تتحمر شوي شوي لاحظوا شو صار عندي سواني معدوده بتبلش تعطي صقوب يعني عندي العجينة ناشحة مليون بالمية كما شايفين م شااء الله طبعا فيكم تعملوهن أحجام انا كمان هلأ رح اعمل حجم الزير وبدأ اعمل كمية كتير كبيرة واكيد فيكن تستخدموا مقلة كبير وتعملوا كذا وحدة كمان هيدا الموضوع انتم اختياروا حسب شو حجم المقال اللي عنكم ويفضل انه يتستخدموا مقلة فال غير لاصق هون بلشت تنشف عندي وتعطي سكوب وهيدي العجينة احباقي صارت جاهزة هلأ مفروض شيل العجينة وحطها على فوت مطبخ لحتى تطرى منيح لانه هلأ بحال اشتغلتها مباشرة او جبتها وحطيت بقلبها الحشوي رح تتكسر معي لانه بعدها طبعا احباقي هي بده بعد شوي لانه بعدها اه صخنة فمفروض حطها على فوت المطبخ وغطيها لمدة لنص ساعة ساعتها هيك بتقعد معنا فترات طويلة وعندي العجينة بقدر اتحكم فيها والزقها ببعدها وقت احشيها بكل رياحة متل ما شايفين هلأ رح اغطيها اتركها العجينة او اترك العجينة لحتى ترتاح ساعتها باشر احباقي بالخطوة التالية للحشي هلا متل ما شفتوا غطيناها طبعا ناشفة عندي الفوتة هون بعد نص ساعة طبعا انا عملت كمية كتير كبيرة بس هاي دول نموذج كتير صغيرة عم فرجيكم على العجينة عندي صارت كتير طرية لانه رتاحت مفروض ترتاح لانه كانت كتير صخنة متل ما شايفين هون عندي الاشطة هاي دول اشتا انا عملتها تقريبا مش خمس ايام فيكم طبعا اه تشوفوا الطريقة وتعملوها طريقة بيتية رائعة رح اتركوا لكم شاشة بالنهاية بتقدر تكبسوا على كيفية عملاني الاشطة بالنهاية بنهاية الفيديو وتشوفوا كيف انا عملت طريقتك كتير بسيطة بالحليب الموجود عندكم بالبيت بتقدروا تعملوا منك ببيت حليب بتقدر تعملوا كمية كتير كبيرة من الاشطة متنسوا تكبسوا اخر الشي على الشاشة لحتى طبعا تدخلوا مباشرة للفيديو هلا اكد فيكم تحشوهن بالاشطا هايدي اشطا بلدية او فيكم تحشوهن بالمكسرات مثل الجوز والسكر طبعا كمان هيدا الموضوع اختياري واختياري وفيكم بعدين تقلوهن بس انا بحب اعملهم بهيدي الطريقة عائلتي ما بتحب ان اقليهن هيدون نحن منقلوهن العصافيري منحطن بهيدي الشكل ومنحط اخر شي عليهم الفستق الحلبي ويتقدم معاهن القطر فلزيزين جدا وطعمتهم كتير طيبة بهيدي الطريقة شفتوه شكله شو حلو وشو مرتب ولونه طالع رائع هون عندي الفستق الحلبي بعد ما انا عملت كل الكميه رح اغطسهم بهيدي الشكل بيعطي شكل كتير حلو وطعمي رائع جدا وهيدي النتيجة النهائية وهيدي القطر او الشربات انا عملته كمان من زمن عندي بالقناة اذا بتحبوا تشوفوا الطريقة اكتبوا كيفية عملان القطر رجو مانا بلانيت بسرعة الفيديو بيظهر قدامكن طريقة كتير بسيطة ان شاء الله يا رب هيدا الفيديو احبقي يكون كتير حلو وحبيتو انا بحبكم كتير رح اشتقلكم للفيديو القادر بوسات كتير كبيرة للكل الى اللي اشتركوا في القناة شكرا